ري جونج شول الكوري الشمالي الذي اعتقد في ماليزيا للاشتباه به في مقتل كيم جونج نام على خير الشقيق للزعيم كيم جونج اون ينفي علاقته بجريمة القتل منتقدا المعاملة التي تلقاها على ايد السلطات الماليزية في معرض اجابته على اسئلة الصحفيين عبر بوابة سفارة كوريا الشمالية في بكين موضحا انه وقع ضحية مؤامرة من قبل السلطات الماليزية وانه يعمل في استيراد العناصر الكيميائية المكونة للصابون كما نفت تواجده في مطار كولا لنبور حيث قتل كيم جونج نام